وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء شهدات الوزراء وكذلك المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية اليوم عودة موظفيها والعاملين فيها بجميع القطاعات والمرافق التابعة لها بنسبة مئة بالمئة نعم العودة الكاملة شملت عدد الساعات كما كان مقررا سابقا وتطبيق البصمة وعودة استقبال المراجعين بشكل منظم دون مواعيد مسبقة عاد الموظفين والعاملين في جميع القطاعات والمرافق التابعة له في جميع الوزرات والجهات الحكومية بنسبة مئة بالمئة واستقبل المراجعين من دون مواعيد مسبقة وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأمور طبيعية أو نقول جاعة الحياة طبيعية كما كانت ما في أي مشاكل المراجعين بهدوء قاعد يدخلون من غير مواعيد والأمور سلسة يوم ما شاء الله دخول بشكل سيابي وعيد حلو ما تعذينا بسرعة وصلنا البصمة بصامنا وباشرنا عملنا بكل ريحية يعني الحمد لله اليوم الأول من العودة الكاملة كان الاستقبال بالنسبة للمراجعين وفق آلية تم الاستعداد لها لتسهيل الإجراءات عليهم ووسط التأكيد على الاتزام بالاشتراطات الصحية المقررة الفضل لله طبعا اللهم لك الحمد والشكر والحمد لله أننا ردينا حق دواماتنا والتنظيم هنا يعني جيد الحمد لله الأمور طيبة الموظفين تقريبا كلهم موجودين والشغل التنظيم حالو تقريبا كده رجعنا إن شاء الله نفس قبل كورونا العودة إلى العمل والدوام بكامل طاقته كما كان سابقا وعودة تطبيق البصمة آلية منظمة تم الالتزام بها في جميع الوزرات والهيئات وسط استحسان وارتياح ساد الجميع بانتهاء جائحة كورونا نوف شراكي تبزون دولة الكويت